سيادة الوزير اسمح لي حضرتك باسم المفاوضية الثانية لحقوق الإنسان في جناب أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لوجود حضرتك شخصياً معنا ورغب البشاغل العديدة والملحة والأوضاع الصعبة إلا أن حضرتك أثرت أن تختصنا بهذا الوقت وفي أمرين ليهم دلالك كبيرة بالنسبة لبنان أولاً لبنان أول دولة عربية صدقت على كيف تقول الاختياري لمكافحة التعديد وهو أحدث وأكثر وسيقة إنوفاتريس يعني فيها الكثير من الابتكارات والتقديم وكان الكثير يخشها في البداية فكون لبنان تقدم على هذا وكونها تستضيف هذا الحدث ثانياً وثالثاً كون حضرتك كون بوقود معنا بنفسك في ذكرى العشرين هذه الاتفاقية هذه الثلاثية تعبر عن أن لبنان برغم كل الصعوبات إلا أنه مدرك تماماً للإطار الجيوستراتيجي لأهمية ببادئ حقوق الإنسان بنشكر حقيقة على هذا المشاركين الذين تفضلت حضرتك بمصافحتهم يمثلوا كافة الزول العربية أربعة منهم فقط هم من صدقوا على هذه الاتفاقية لبنان والمغرب وتونس وموريتانيا تصديقاً فأنا آسف الفلسطينة يبقى خمسة مشاركة يبقى خمسة وخمسة ونص لأن السودان بدأ الإجراءات الداخلية بدأ الإجراءات الداخلية ففي تقدم لكنه بعد عشرين سنة ما يزال تقدم محدود رغم أهمية هذه الوثيقة لخصوصيات ثلاثة فيها أولاً أنها وثيقة مش مجرد تقارير وأبعاد قانونية إنما هي وبالتالي الدول اللي بتصدق بتتمتع بميزة أنها بتتقي مباشرة بخبرات فنية من العالم كله هي وثيقة أيضاً تتميز بالكونفيدنشيالي لأن ما تراه هذه اللجنة وما توصي به للدول يظل من حق الدول التي تعتفز به سرياً إن شاءت أو تنشره إن شاءت وده مختلف جداً مع آليات حقوق الإنسان اللي هي أيما على المصطلح الذي لا أتفقه معه كثيراً اللي هو لأحد التعريفات اللي مشوفها لأنه بالعكس تقتضي أيضاً الحوار وهذا شيء مهم الحاجة الثالثة أن هذه الاتفاقية فيها فيها صندوق خاص وهذه الخاصية خاصية أيضاً مهمة جداً فالحضرون هم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الآليات الوقائية التي تنشأ التزام في هذه الاتفاقية ومن وزارات الخارجية ومن وزارات العدل منذ الأمس ونحن نتداول في ما هي عقبات التصديق وما هي الدروس المستفادة من التصديق وما هي النجاحات أو المكاسب على الأقل الأربعة الخمس دول المصدقة بعتذر الفلسطين بشدة طبعاً أعرفش أخوان معنا فلسطين ولا لا أعظم كان فيه صعوبة إنما خمس دول ده يرفعوا معدل الأداء العربي بشكل نحتاج فيه بشدة إلى رفع المعدلات كلنا تشوق لإستماع ملاحظات حضرتك إذا حضرتك قلبت تفضل معي اللي فهمتوا منك ماشيين بالتقسيط يعني لا أكيد أنا كان بيودي أنه كون حاضر من بدء المؤتمر ولكن ظروف كثيرة كثيرة اعترضت حضوري وخاصة بهاليومين اللي مضيوا بسبب قدوم وفود أوروبية لمعالجة أو لمتابعة ملفات دقيقة جداً جداً بقصور العدل أو بقصر عدل بيروت تحديداً لهالسبب ما قدرته كون حاضر من من يوم أمس ولكن أكيد بدي حي بشكل كبير جداً المؤتمر اللي ما فيه من أهمية وضرورة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والجيران وجيران لبنان والمنطقة كلها بالنتيجة بس بكل الأحوال سيبقى لبنان المساحة والمجال الرحب لتنظيم هذا النوع من المؤتمرات وهو منذ القدم الحاضن والراعي والمشارك في هذه المؤتمرات والندوات التي تحافظ على الحقوق والحريات الأساسية وخاصة حقوق الإنسان اللي الكلع بيتمسك فيها بها الأيام لسبب أو لغير سبب صراحة صارت وكأنه عملة متداولة إنما بالفعل هي لازم تكون عملة نادرة الحقوق الإنسان والتمسك فيها يجب أن يكون سامي كما المفوضية السامية لأنه لازم يكون تعاطي مع حقوق الإنسان على مستوى معين على الصعيد العالمي والدولي ولبنان من الأوائل والسبقين إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تنظم وتحمي هذه الحقوق وفي النهاية مرة جديدة أكيد بدي أرحب بكل فرد من الموجودين وبرجع بإلكن أنه كنت أتمنى أن أكون بينكم منذ أول دقيقة لإنعقاد هذا المؤتمر بدي أشكر كل من نظم وشارك وساهم ورعى هذا المؤتمر القيم أكيد بدي شي طبيعي نطلع على ما توصل إليه وبكل الأحوال أنا مدرك تمام وعلى يقين أن ما توصلتم إليه قيم جدا ومهم جدا وإن شاء الله الجميع يلتزم فيه ولبنان بالطبيع بالطبع رح نلتزم فيه هذا اللي فينا نأكد لك ويعطيكم العافي وإن شاء الله ما يكون أخرتكم لليوم ولغير غير وقت بالعكس يا فندم احنا كان بالضبط توقيت حضرتك بالتحديد مع بداية حصاد الأفكار المزيغة من هذا فإذا أزلت لي حضرتك هناخد عشر دقيق إذا كنت حدك أنهيت كلمتك خلاص هناخد عشر دقائق فإني أعرض على حضرتك وعلى المشاركين ما أسميه هي ليست نتائج مختفقة عليها بعد حتى يطمئن الجميع أننا ليست لدينا نتائج سلفا وإنما هي مجموعة من الأفكار تصب في هدف إعداد استراتيجية لتعزيز التصديق ورفعه من خمس دول إلى أعلى عدد ممكن من الدول العربية الإخوة من الأمن الوطني الملاحظة حيث تيجي على طول كدف غاية الأهمية ألا وهي أنه من النتائج المباشرة للتصديق على هذا البروتوكول هو أنه الجهات الوطنية لما بتعرف أن فيه زيارات دورية لخبراء دوريين بتبدأ هي نفسها تعمل أوتو ريجوليشن وفي صاميم عملية أوتو ريجوليشن القواعد الدولية من صيغاتها المجردة بتبتدي تتريكل دون وتتحول إلى قواعد للواقع الوطني هذه القواعد بالقطعة تختلف في جهاز الأمن الوطني اللبناني عنه في أي جهاز أمن وطني في أي دولة عربية أخرى فاستظهار المنافع ده من أهم النقاط اللي احنا تدولنا فيها فهدفنا إعداد استراتيجية ونقول بعض النقاط اللي كانت بازغة من الحوار داعيا أولا سوزان فيرست إنها تكمل بعض النقاط بالإضافة اللي أنت استخلصتها لتكوي الشخصي بتاعك من هذا وإحنا وبعد كده طبعا زملائي من المفوضية هطلب منهم لمن أراد أن يزود بعض النقاط العمل الممكنة من واقع الحوار منذ الأمس وبعدين هنبعثها لحضراتكم في شكل نون بيبر بجرد بولت بوينتس بهدفين الهدف الأولاني أنكم تستخدمونها وطنيا كيف ما تحبون ووقت ما تحبون أجيد مع الكنتكسوليزيشن زي ما ربي أدالنا المثل للوقع الوطني في كل دولة عربية تستخدمونها أيضا كتوكينج بوينتس ودروس مستفادة من هذا اللقاء الإقليمي الأول من نوعه في محاولة حث دولكم على التصديق إذا ما وجدتم هل وجدتم في حواراتنا منذ الأمس شيئا جديدا يساعد أكثر على التعجيل بالتصديق الوطني أم لا فأدي أول استخدام للنقاط والزملائين المفاوضية سيصيغوها ونبعثها لكم وشيكا مرة أخرى ليست الاعتمادها فهي ليست وثيقة تلزم أحدا وثيقة هي هي peer-to-peer learning هي تعلم النظراء من تجاربنا كلها وكيف نوظف هذا التعلم على المستوى الوطني في تحقيق التصديق الوطني فأول نقطة أنا بزعم من النوت التي أخذتها كما قلت أبدأ بيكي سوزان وبعدين زملائين المفاوضية كلهم هي أنه هناك قبول جماعي لفكرة أنه أنه الأليات الدولية هي في الحقيقة أدوات إصلاح وطنية وأنها ليست شيئا فوق الدول وأنها في الحقيقة شيء بين الدول وأن معارفها مستمدة من المستوى الوطني وبالتالي تحقيق النفع منها يكون بتغيير مهم جدا بسميه الأول شيفت ألا وهو الشيفت من التلقي السلبي من الأليات إلى التفاعل الإيجابي معها هذا الشيفت يقتضي ودي كلها عناصر ممكنة للفعل والاستراتيجية يقتضي تطوير الخبراء الخبرات الوطنية كلنا على حد برنامج بناء القدرات يتلقى من حضراتكم وبالتعاون مع خبراء الاس بي تي تي تتيلر أي برامنج تعزيز قدرات وطنية ترونها حاجة تانية تعزيز تعاون من حضراتكم بمعنى أنه خلال السنة القادمة 2023 ننظم عدداً من الأنشطة هقول رؤوس أقلامها من واقع مخترحات حضراتكم بعد هذه النقطة المبدئية الحاجة التالتة أنه مفهوم الكباسيتي بيلدينج يتبنى أكثر فأكثر تعلم النظراء أكثر منه نتائج مسبقة أو كود أو جايد لاينز جاية من أعلى إلى أسفل حقيقة الأمر أن المعرفة تصعد من أسفل إلى أعلى أسفل وأعلى ليس بمعنى القائمة بمعنى الجغرافي الحقيقي الحاجة الرابعة والمهمة هي أهمية الديجيتال شفت عدد منكم تحدث عن أهمية الاتصال بالفاعلين الحقيقيين على المستوى وأن هؤلاء ليسوا هم من يستطيعوا الحضور للمؤتمرات ولا السفر بالطائرات ولا النزول في الفنادق مهما يطينا من موارد مالية وهي في تناقص كلنا يعرف هذا على كل المستويات لن نستطيع أن نصل إلى الفاعلين الحقيين إذن مسألة الديجيتال أبليفت أو استخدام الآليات الديجيتال تولز والتكنولوجيا وزملائي من المفاوضية عرضوا بعض النماذج وبعض الأدوات التي نسعى للاستثمار فيها فهي أربع محاور للتغيير المطلوب حتى تتحول العلاقة بين الدول والSBT والآليات الحقوق الإنسان الأخرى من علاقة التلقي إلى علاقة التفاعل النقطة العمل الثانية هي أنه يكون فيه مؤتمر خاص بقضية الخصوصيات والقواسم العالمية المشتركة بمعنى نماذج زي الموجودة على الأل في الخمس دول اللي صدقت كيف تعامل ما هو المقبول في مفضوع الخصوصيات وما هو غير مقبول الجراسروتس قلتها صياغة خطط وطنية في هذا المجال وربطها بقضية حقوق الإنسان الأخرى قضية عدم تجزئة حقوق الإنسان اللي فيها إشكالية يعني مفاهيمية وأيضا عملية يعني مكافحة التعذيب بتقتضي تعتمد على حرية التعبير وإلا الناس لن تستطيع أن تتكلم عن حالات التعذيب وحرية التعبير بتتوقف على الحق في التعليم وكلاهما حتى يسمر لابد أن يتوقف على استقلال القضاء والمحامين ولا شيء من هذا ينفع إلا إذا كان مبدأ عدم التمييز محترم وكان الإشكالية هنا هو أين الرؤية الشاملة على المستوى الوطني وبالتالي دور المؤسسات الوطنية في أنها تتبنى منهج للتصديق على الاس بي تي يكون أيضا خادم ومتوافق مع هذه الرؤية الشاملة النقطة التانية المهمة هي أن عندنا في هذه القاعة ممثلين الأخ جابر من رئيس اللجنة العربية للجنة المساق العربية لحقوق الإنسان والأخ حاتم لهو رئيس اللجنة الأفريقية أيضا لمكافحة التعذيب كيف نحول الـ بين الأدوار وهذه الولايات ما بين خصوات اللجنة الأفريقية حصوات اللجنة العربية وخصوات الإسبكية على المستوى الدولي كيف يتحول هزا من تفريعات وأوفرلابنج وإجهاد للدول كثير من الدول تقول صراحة أنه مصطلح الـ مصطلح شائع وهو يعكس حقيقة أنا عارف أن بعض الخبراء أحيانا بيشوفوا أنه لا بدام الدول صدقت لابد الدول ولكن حقيقة الأمر أن الدول تصدق ولكن ممارسة العملية مع تزايد الآليات وكل من خدم في نيورك أو في جونيو بيارا زي ما قالت سوزان أنت منفجلة تعذيب الواحدة وعندنا أربع آليات أساسية تفايخ منهضة تعذيب البرتوكول الإضافي المقرر الخاص بمكافحة التعذيب والصندوق الخاص بتعويض لضحايا التعذيب إذن في مجال حق واحد عندنا أربع آليات دولية وإذا أضفنا عليها دور اللجنة الأفريقية ودور اللجنة العربية هذه بقينا ستة آليات للدول صدقت عليها ده غير الآليات الوطنية نفسها والرقابة الذاتية من جانب الوزارات المعنية من جانب القضاء لكن أيضا من جانب الأجهزة الأمنية ومن جانب النيابة العامة إذن كيف يتحول هذا البروليفريشن إلى إنهانسمنت من شيء سلبي إلى شيء إيجابي وكيف نحقق السينرجي المفتقدة أحيانا سوزان إيه آخر يعتبر لأنه ده يكون نحور النقاش في الاس بي تي حسب ما فهمت منك في الجلسة القادمة شكرا حضرت الرئيس أولا اسمح لي وتعالى أني رحب معا للوزير وتشكروا على وجوده بينيك بحضور بيعبر عن الإرادة السيئسية الموجودة في البلد للاستمرار بالجهود المتواصلة لمنع التعذيب وللوقاهم التعذيب على المستوى الوطني فشكرا معا ليك على الحضور يلي بحب أنا ضيفه بعد خلاصة هاليومين أواشي كانت الفرصة متاحة لفعلا للتعلم حتى نحنا على مستوى اللجنة الفرعية باعتقد كتير من الأفكار والمداخلات أعطتنا جوانب أخرى علينا النظر فيها يعني تعلمنا مش قدمنا نحنا فقط المعرفة هاي نقطة بتأكد على أهمية اللقاءات والمنتديات يلي بتشكل فورم يعني مساحة لحتى نبدد المخاوف يلي قائمة عند يلي هي موجودة عند الدول ونيجي عن عدم التعمق في أهمية الاتفاقي وتحديدا البروتوكول الاختياري فأنا بأكد أكيد على إنه نحنا بنعرف أنا دولنا منهمكي بكتير متاعب ومشاغل بس أنا بقدر أقول إنه بالمنطقة وبدولنا عنا كتير من الإليات عنا كتير من الإنوفيشن يعني الإدعاة وكتير من الرؤى المستقبلية إنه يكون بضمن هايدي الرؤى المستقبلية فكرة الوقاية من التعذيب وحقوق الإنسان أساسية لأنه هايدي إذا بدنا نطلع إلى المستقبل لازم هادول يمشوا ما فيهون يكونوا مجزعين هايدي أول نقطة بحبولها نقطة تانية اللي بحب بركز عليها وأنا اليوم بدعي الدول اللي ما صادقت على الفروتوكول في عندنا إحنا أنا مبارح زكرت عندنا 91 دولة مصدقين عندنا 13 سيجنتوريز موقعين فشو أهمية إنه نروح على التوقيع قبل ما نروح على التصديق أهمية كتير مهمة أنا بدعيكم يلي بعد مش حاضر إلى التصديق يروح على التوقيع شو بيكون عمل أبدأ حسن النية في الانخراط بهيدي المنظومة أو النظام الدولي للوقاية من التعذيب قبل ما يرتب عليه أي مسؤوليات التزامات بيفرضها البروتوكول فتنبلش خطوة إلى الأمام فينا نروح إلى التوقيع وهون بالتوقيع انخراط اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب مع الدول الموقعة كمان هو بيصير انخراط في يعني مؤسساتي ما بيعود أدهوك بلقاءات من هالنوع وكمان بيعطي فرصة لانتو تقدروا تشاركوا مع اللجنة الفرعية بمخيوفكم وتبديد هايدي المخيوف فهاي خطوة أنا أدعو لإلى يلي تنقلنا من مرحلة الركود إنه ما عنا أي خطوة باتجاه البروتوكول إلى خطوة أولية يلي هي التوقيع وبحس بيكون قطعنا نص الطريق إلى بعد ما يصير التوقيع أنا بقول إنه ساعتها هوني بتخل الرودماب الوطني خط الطريق الوطني يلي بتوصل إلى التصديق فهدول النقاط يلي حبيت أنا شير لإلهم ممكن يكونوا عمليين لما بعد هيدا اللقاء لأنه أهمية هيدا اللقاء هو إذا بنبقي من بقي أفكارنا واللي ظهرنا منه اللي تعلمني ضمن القاعة اليوم ولقلنا لوحدنا هيدا ملح يعطي الإمباكت يلي هو مطلوب فكل حدا ممكن ياخد مثل ما أنا إخذ إلى ليجنتي اليوم مع السكرتاري اللي هنه مشكورين على جهودهم أفكار نعمق وأسئلة طرحة نحنا نرجع نفكر فيها ونعمل ريفلكشن عليها فكماني أدعوكم إلى أنه تعملوا ريفلكشن داخل دولكم على اللي أخدتوا من هذول يومين شكرا حضرت الرئيس وسوف نساعدكم في هذا بأنه نحنا كما قلت سنضع هذه النقاط في نون بيبر موزح كان أحد أهم هذه النقاط في تقديري هو اقتراح تقندم باثنين من المشاركين وهو عمل ورشة عمل مغلقة بالكامل لموثلي الأجهزة الأمنية سيد الوزير لأنه في نعاية الأمر القرار في مثل هذا المجال متصل جدا بأجهزة الأمن الوطني والأمن الداخلي وأجهزة الشهد ومعظم المسكنسيبشن أو التحفظات أو المخاوف من التصديق على هذا البروتوكول أو الكوست بنيفت أناليسيز قابل الإنجليزية المطلوب أن المتشكك في هذا البروتوكول ففكرنا فيه ونبتدي نتدول فيه كأحد الأجهزة الأمنية فقط وبعنوان يشبه هل التصديق على الاس بي تي قيد على الفعالية الأمنية على البروتوكول الإضافي قيد على الفعالية الأمنية أم أنه يدعم الفعالية الأمنية في مواجهة الجريمة وفي مواجهة الإرهان ونستخدم نماذج من عشرين سنة خبرات تمانين زيارة حتى الآن للأس بي تي المختلف دول العالم ونستخدم خبرات العالم كلها دون أن نمس طبعا أو نخدش سرية هذه التقارير لأنه نخد منها الوقائع بدون بنون المصادر والأسباع فدي أيضا أكشن بوينت لين هل هناك أشياء أخرى تظنين أنها يمكن أن تضاف شكرا سيد رئيس أهلا وسهلا جديد معاني الوزير شكرا على حضورك كان في نقطتين دكتور سلامي أنا كمان يعني من هنا كي فايندينجز معنا اليوم صار في طرح إنشاء شبكة من الخبراء العرب السابقين لحتى هنه كمان يكون يقدموا خبراتهم يلي استقوها من خلال عملهم المؤسسة على فترة طويلة وأدموها للدول لحتى كمان يساعد هيدا الشي بموضوع الانخراط أكتر مع الأليات الدولية لحول إنسان وبشكل خاص كمان مع الاس بي تي أو اللجنة الفرعية والاوبشن البروتوكول مقترح تاني كمان من الحضور كان هو إنه العمل أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني يكون فيه صياغة استراتيجية للدعوة أو للمناصرة من بالاشتراك يعني مع الاس بي تي والمفوضية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والشبكات الخاصة بالمدافعين نحن حول إنسان يكون فيه استراتيجية للدعوة والمناصرة باتجاه المصادقة والتوقيع أيضا على البروتوكول الاختياري يعني هذا الشيء اللي بحب ديفه سيد الرئيس شكرا جواوه هل لديك أي أفكار أخرى سقطت مننا في هذا العرض أو ماري إيف أي شيء تضيونه المشاركون أي شيء كبير قيل ويصلح كبداية أكشن بوينت لكم أي إثراء لهذه القائمة التي ستصلكم أكشن بوينت بالتحديد أشياء لم نفعلها من قبل وتظنوا أنه من المفيد أن نفعلها لتعزيز فرص التصديق على هذا البروتوكول تفضل فأنت محدد لك نفسك إبقى الترقيرك سالم الشعيري من لجنة العمانية لحقوق الإنسان إحنا سعيدين اليوم بهذا الفرصة وهذا المشاركة بحضور السيد وزير العد فإذا يمكن إضافة يعني ما سميتها سيدي هل هي توصيات أو نتائج على أن دعوة المؤسسات الوطنية أو المجالس حقوق الإنسان في الوطن العربي إلى يعني التوعي والتفقيف بأهمية يعني الاتحاق والانضمام إلى هذا البروتوكول ليش؟ لأنه بعض الدول ينقصها الخبراء أو تنقصها يعني اللي هي البنود المتعلقة بهذا البروتوكول ومثل ما تكلمنا في الصباح أو تكلموا لإخوة المتحدثين أنه هناك بعض أو كان الحديث اليوم أو أمس أنه بعض الدول أو الأجهزة تتحفظ خوف من يعني بعض المواد الواردة في البروتوكول ولكن مثل ما أشرتهم على أن هذه المواد هي في الحقيقة رافض لتعزيز جوانب الأمن الوطني في الوطن العربي فإذا يمكن على أنه توصية تكتب على أنه تشجيع الليجان الوطنية أو مجالس حقوق الإنسان في الوطن العربي بالتوعية والتفكيف في هذا المجال وشكرا أماما أشكرك على هذه النقطة المهمة وسنضفها إلى القائمة بالقطع وده بذكرني منورة أخرى مرتبطة بها وإن كانت متميزة بعض الشيء وهي أنه أثناء الحوال كان فيه اقتراح أيضا بأننا نعمل ورشة عمل حوالين الإصلاحات والتطويرات الحالية في نظام لجانة عهدية كلها وما أثرها على المؤسسات الوطنية لأنه نظام تقديم التقارير حاليا هو باختصار شديد يعني يقدم التقارير وقت ما تحب وسننظر فيه وقت ما نستطيع ده باختصار الواقع الأمين بينما التحول هو أن يكون فيه وأن نمشي فيه تقرير كل 8 سنوات رئيسي لكل دولة على كل تفخيات صدقتها يتخلل هما والرؤساء وصلوا لهذا القرار بعد عانة شديد طبعا سوزان كانت كوز مش من العانة كوز من موجهة هذا العانة فالوصول بنتيجة إيجابية إنما وصلوا إلى ثلاث مبادئ بريودسيتي 8 سنين وديجيتال أبليفت شغالين عليه في المفوضية وعندنا جاتل موارد لأن دول أدركت أهمية الانتقال من العصر الحجري في التعامل مع الأوراق والملفات إلى اليوم وأيضا مسألة الهرمونيزيشن أوفوركينج ميثوز اللي هي السينرجي اللي بتكلم عنها يعني كل ما بتزيد الأليات بتزيد وسائل مختلفة في العمل وكل ده بيعقد الأمور على الدول وبيعقد الأمور حتى على السكتارية نفسها وعلى خبر أنفسهم فسنضيف هذا بإذن الله إلى الإيبنت أي شيء آخر أي فكرة أخرى تفضل حضرتك شكراً أنا عندي ملاحظتين ممكن نشارك بيها الملاحظة الأولى أنه اللجنة الفرعية لديها صلاحية بتوجيه رسائل للدول بشكل سنوي للتذكير بأهمية الانضمام إلى هذا البروتوكول نتمنى أنه تكون الرسالة بشكل موسع توضح فيها أنواع الالتزامات الملقات على عاتق الدولة وليست رسالة مقتضبة تدعوها فقط للانضمام مثل هذه التوضيحات رح تكون مفيدة للحث الدول على الانضمام الملاحظة الثانية نتمنى من المكاتب الفرعية للمفوضية أو للأمم المتحدة بشكل كامل حسب درجة تمثيلها بالدول أن نتنظم مشاورات محلية مع الفاعلين في مسألة الانضمام مثل ما موجود بعض الدول التي تريد تي ميكين وزع بين مجموعة من السلطات وليس سلطة واحدة تحتاج إلى عقد مشاورات عالية المستوى مثل هذا الأمم رح يجب أن يكون مفيد جدا لحث الدول على الانضمام للبروتوكول شكرا فكرة مفيدة جدا أن الجواب التقليدي يتحاول من مجرد تذكير سنوي إلى شيء أكثر تحليلية وأكثر استصغار للأفكار التي ندلنا هنا تتحدث عن سيزان في هذا الموضوع وهي ستتداول مع الاس بي تي في كيفية تطويز هذا الخطاب كان في ذهن رئيسة اللقنة بالفعل تفضل مداخلة بسيطة جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة المثاق بإذن الله بالفترة الجاي إن شاء الله في هذا العام سوف نعمل ندوة وندعو فيها جميع الدول المصادقة على المثاق العربي حول البروتوكول الاختياري لمكافحة مناظة التعذيب بإذن الله إن شاء الله هذا شيء مفيد ونحث في هذا الدول على الانضمام عظيم هذه أيضا ستضاف إلى نقاط الفعل المحتمل المقرر ليس المحتمل أي ملاحظات أخرى أو أي مقترحات أخرى إلى هذه القائمة ختاما أنا أجدد الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة على تشريف لنا وأنا سعيد أنه في زمن نسبيا وجيز إدر يعني يستخلص معنا كم كان مفيدا هذا الحوار وأن هناك نقاط عمل مفيدة وحقيقة إذا نتداول بشأنها وسيصلكم من قريبا بعض التفاصيل في هذا الشكل مرة أخرى ألف شكر للبنان وبعتقد أن نحن في صد التغيير ثقافتين في غاية الأهمية الثقافة الأولى هي ثقافة الشكوى في ثقافتنا الشكوى لغير الله نزال في حقوق الإنسان الشكوى واجب مواطنة وحق دستوري وضرورة لإصلاح المجتمعات الثقافة الأخرى هي ثقافة أن المدان إنساني لأنه أحيانا ينظر إلى المدان كما لو كانت إنسانياته تنتقص كجزء من الهقام فعايزة تغييرات الثقافية ولذلك أحد الأفكار الكلمنا عنها برضو مع أخواننا من اللجنة الأفريقية هو مسألة كيف نستخدم أدوات متعددة ومتنوعة في تغيير هذه الثقافات مش فقط من واقع الأبروتش القانوني وإنما المداخل الثقافية للتغييرات القانونية إذا شئتم معي الوزير وعندنا تفاصيل كثيرة لنعطي الوقت الجلسة ده فبهذا دعيني الكلمة لحضرتك مرة أخرى إذا أردتم أن تقولوا أي شيء كرر تأهيل بالجميع وأكيد الأفكار على ما يبدو كانت مفيدة ونيرة جدا في خصوص موضوع المؤتمر والنقاشات اللي دارت حوله وما فيه إلا أنه شد على إيد الجميع ويبدو أنه البرنامج طويل والعمل شاك والطريق طويل كمان يعني على ما يبدو ما فيه إلا لكم وإشكر الجميع على حضورهم إلى لبنان بلدهم تاني أكيد وأهلا وسهلا فيكم ومشاء الله أنه النتيج أو الأفكار اللي طرحت كلته تعطي أو تؤتي سمارة كما نتمنى أو كما يتمنى الجميع وحفظ الله الجميع أكيد الشكوى لغير الله مزال بالنتيج ربنا قداش بدو يسمع شكاوى يعطيكم العافية وإهلا وسهلا فيكم في هذه الخلمة الختمية أريد فقط نصف كلمة الختمية أن أشكر الاس بي تي وأشكر بشكل خاص رئيستها الأخت سوزان جابور على كل هذا العمل وأن أشكر زبلائي أيضا سواء من مفاوضة حقن إنسان في جونيف أو من المكتب في بيروت على رأسهم لي لكن الجنود الغير مجهولين كلهم ظاهرين في القاعة وموراء القاعة ألف شوپέφα براتي الكولاتي